دكتور شبرمة ألمانيا كانت هي من أكثر الدول التي تضررت اقتصاداتها جراء الحرب الأوكرانية وذلك وفقاً لرئيس المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية هل سيصمد الشعب الألماني أمام هذه الانتكاسة الاقتصادية التي تمر بها ألمانيا؟ تحياتي لك ولي ضيفك ولي جيمة مشاهدي قناة الغد ليس لدى الشعب الألماني أي خيار آخر القيادة الألمانية هنا اليوم وخلال تصريحات للرئيس الألماني والمستشار الألماني والوزير الدفاع ولجميع طاقم الحكومة هم ما زالوا يؤيدون الحرب وصد الهجوم الأوكراني على روسيا بمعنى آخر أن جميع الإمكانيات التي ستطيحها ألمانيا لأوكرانيا ما زالت في المقدمة نحن نتحدث عن أكثر من 25 مليار يورو دفعتها الحكومة الألمانية إلى أوكرانيا هي الدولة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعم أوكرانيا سواء بمساعدات إنسانية أو بمساعدات مالية أو بمساعدات عسكرية هنا في ألمانيا نسبة التضخم عالية تصل إلى 10% إلى 11% نسبة البطالة مرتفعة إلى حد ما هناك بعض الشركات وبعض القطاعات في ألمانيا بعض الشركات أوليقت وبعض القطاعات هناك مشكلة في تأمين مصادر للطاقة رخيصة حتى تستطيع هذه الشركات أو هذه القطاعات من المنافسة في الدول الأوروبية ومن تصدير هذه المنتجات لذلك أعتقد أن المشكلة الاقتصادية في ألمانيا وفي الاتحاد الأوروبي بشكل عام وفي العالم بشكل عام هي مشكلة تتفاقم يوما بعد يوم كما ذكر الزميل من فرنسا صحيح أن خزنات الغاز ممترية الآن في الاتحاد الأوروبي وأن الطقس الجيد في الاتحاد الأوروبي برمويته سيجعل مخزونات الغاز موجودة إلى حد ما ولكن هذه المخزونات لن تكفي للعام المقبل ترجمة نانسي قنقر